بخمسة جنيه بس تعال اقول لكم ازاي تعملوا الطمر هندي الاصلي احلى من محلات العصير وكمان هيكف ويفيد وتقدر تشربوا منه طول شهر رمضان بخمسة جنيه بس وزي ما حضراتكم شايفين معلقة واحدة كبيرة في دورة اتنين لتر خلى اللون والطعم عشرة على عشرة اتمنى من حضراتكم تصلى على النبي وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجراز على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد النهاردة مع بعض انامل طريقة عمل الطمر هندي اول حاجة يا جماعة هنجيب بولة كبيرة وهقول لكم يا جماعة مأدير الدورة اللي اتنين لتر وكمان مأدير تكفيكم طول شهر رمضان الكريم 2023 ان شاء الله هنضيف اول حاجة جماعة ربع كبية من السكر وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة الى معلقة ونص صغيرين من ريحة الطمر الهندي تقدروا تشتروها باثنين جنيه بس من عند اي عطار ريحة الطمر الهندي او روح الطمر الهندي بعد كده نص معلقة صغيرة من ملح الليمون وبعد كده يا جماعة هنضيف ربع معلقة صغيرة من لون العناب او لون الطمر الهندي اللي هو اللون الاسود وبعد كده هنبدأ نقلب كويس جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ساكتين لي يا جماعة ما تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قناة مطبخ شيكو توتا قناة متخصصة بكل ما يتعلق بالطبخ وقول لحضراتكم دلوقتي مع بعض مقادير تكفي طول شهر رمضان هنجيب يا جماعة كيلو من السكر هنضيف عليها معلقتين كبار من ريحة الطمر الهندي وبعد كده نص معلقة صغيرة من ملح الليمون وبعد كده معلقة صغيرة من لون الطعام الاسود او لون العناب وعايز اقول لكم لو حابين تعملوا العناب هتمشوا على نفس الوصفة بالزبط بس بدل ما تضيفوا ريحة الطمر الهندي هتضيفوا ريحة العناب وكمان تضيفوا ريحة السوبية الكيلو دلوقتي يا جماعة عامل 280 جنيه احنا هنعمله بعشرين جنيه بس وهيكفي معينا طول شهر رمضان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هنجرب مع بعض كده يا جماعة مج كبير زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بقى نظيف يعني بالزبط كده معلقة ونص صغيرين وبعد كده هننزل بالمية بتاعتنا وهنقلب وهنشوف بقى الطعم عامل ايه وكمان الريحة عامل ايه عايز اقول لكم ريحة الطمر الهندي من عند اي عطار بتبدأ من 2 جنيه الى 3 جنيه بتكون سيلة زي ما حضراتكم شايفين وكمان برضو الملح الليمون وكمان البودرة اللي هي بتاعت لون الطعام بتكون بجنيه او باتنين جنيه يا جماعة في عز الغلدة اه في عز الغلدة حاجة موفرة خالص وكمان دايما ريحة الطمر الهندي دي اللي بيعملوها الشركات كلها اللي موجودة الا طبعا بعض الشركات بتعملوا بالطمر الهندي الطبيعي عايز اقول لكم وصفة سهلة واقتصادية وموفرة وعايز اقول لكم من احلى الاطعم اللي انا دقتها في حياتي وخصوصا لو عملتوا الوصفة والمقادير على كيلو من السكر بخمسة جنيه بس يا جماعة هنعمل كيلو من الطمر الهندي وكمان كيلو من العناب اشوفكم على خير والسلام عليكم